بعد المباراة مرسل كولر الموديل الفني للنادي الاهلي قال ان احنا عندنا جيل تاريخي لكن لسه ما بقاش اسطوري للنادي وحققنا عدد كبير من الانتصارات المتتالية في المباراة ولسه عندنا المزيد من الاحتفالات اليوم وبعد كده هنبدأ الاستعداد للمباراة اللي جاية وقال عندنا مواجهات صعبة كتيرا مستنيانة كولر اتكلم عن الصفقات وقال بحدد بعض الاسماء والنادي بيرشح ليه بعض الاسماء وببدأ فيه مشاهدة كل اللاعبين عشان احدد مستواهم وبيشبهوا طريقة لعبي راكز معاي قالك ايه وبيشبهوا طريقة لعبي ولا لا راكز معاي دي عشان اجيلك فيها بعد شوية وقال بالتالي الامر مشترك بيني وما بين الجهاز الفني والادارة وقال ان موضوع اللاعبين الشباب مهم جدا ولما جيت كان عندي قايمة فيها 40 لاعب من بينهم لاعبين شباب بالاضافة للكبار اللي عايزهم يبقوا موجودين باستمرار وقال ان الاهلي بيلعب في مستوى عالي جدا وقال ان انا دفعت بلاعبين شباب بوسط الاجواء الجمهرية لو دفعت يعني بلاعبين شباب بوسط الاجواء الجمهرية مش هيتحملوا الضغط ده وبالتالي هيرتكبوا اخطاء وهنتعرض للضغط كلنا وقال انه يجب انه يتم اعدادهم بشكل جيد بحيث ان كل لاعب عنده موهبة يستطيع انه يلعب في نادي مثل النادي الاهلي وقال ان الموسم الماضي كوكا كان بيطلب مني اللاعب كل يوم وانا بطلبه بالصبر وقال له انا بجهزك للمستقبل وبالفعل لما تم تجهيزه لعب وبقى موجود مع النادي الاهلي وموجود في كاس العامل الاندية وده وعند دلوقتي كوكا موجود في الأولمبياد وقال انه اتعرض لإصابتين وبتعد بسببهم وقال انه يجب اعداد الناشئين بشكل جيد للعب للنادي الاهلي وقال انه مش كل اللاعب عنده موهبة يقدر يلعب في نادي زي الاهلي دي تصريحات او جزء من تصريحات مارسل كولر بعد المباراة هجيلك بقى عالجزاية اللي قالها دي لو قالك ايه لعيب يشبه طريقة لعبي في سؤال كل جمعين النادي الاهلي بتسأله وسؤال منطقي هو ليه مارسل كولر مش عايز احمد الكندوسي يرجع الفريق احمد الكندوسي متقلق جدا مع سراميكا كليوباتر ومسجل هدف النهاردة جيد جدا وحتى الفطر اللي قاعد فيها مع النادي الاهلي الى حد كبير كان جيد جدا بس ليه مارسل كولر مايلفتش نظر ولاعب زي احمد كندوسي مش غريبة شوية غريبة بس هفسرها لك وتفسير منطقي جدا ومن داخل النادي الاهلي ومن مصدر كمان مكرر من مارسل كولر واتلاقي ان السباب منطقي مش هتستغربه يعني بعد ما اقوله لك تعالي الاول اشرح لك حاجة فنية في النادي الاهلي التلاتة اللي بيلعبه في وسط ملعب النادي الاهلي عادة بيبقى رقم ستة وتمانيتين تمانيتين دول اللي بيعملوا ادوار دفاعية وهجومية والرقم ستة ده اللي بيدفع اكتر اللي بيبقى قرائم من خط الدفاع اكتر رقم ستة ده بيبقى غالبا مارا عطية احمد نبيل كوكا كريم ندفد صح دول التلاتة اللي بيلعبوا رقم ست نيجي على رقم تمانية سيبك من اللي حصل في المباراة اليوم بيلاعب امام عشور بيلاعب امام عشور اللي ادواره الهجومية اكتر منها شوية دفاعية بس لازم يكون بيقى في اعمل الاتنين ويلاعب عليمين امام عشور الناحية التانية واحد ادواره الدفاعية اكبر شوية من ادواره الهجومية فبيلاعب مين دايما جنب امام عشور يا اقرم توفيق يا عمر السلية وسعاد كريم ندفد وقابلهم اليو ديانك صح كده فهتلاقي دايما التاني في رقم تمانية يكون بيدافع اكتر ما بيهاجم وامام بيهاجم اكتر ما بيدافع ولو خرج امام بيخش افشا حتى النهاردة عشان هو مش مقتنع بفكرة انه هيلعب بامام وقفشة اتنين تمانية عشان اللي اتنين شبع بعض بيهاجموا اكتر ما بيدافعوا فودى امام جناح فودى امام جناح ولاعب افشا اللي بيهاجم اكتر ما بيدافع ولاعب الناحية التانية على اليمين اقرم توفيق ووراهم براهم عطايا طيب ايه بقى مشكلته مع الكندوسي هو مش شايف انه الكندوسي لعيب سيء هو شايفه لعيب جيد بس اللي كان بيقوله من شوية انه ماينفعنيش ماينفعش طريقة لعبي ليه؟ انا عندي امام عشور وعندي افشة بيلعبوا الدور ده ومش بس كده امام لو قلنا مثلا بيهاجم بنسبة 60% فقادر يدافع بنسبة 40% وده اللي بيخليه ياخد مكانه على افشة اللي بيهاجم بنسبة 80% ويدافع بنسبة 20% مش ان امام احسن من افشة الكندوسي شبه افشة بيهاجم بنسبة 80% انا بقول مثلا ويدافع بنسبة 20% فده من الاخر مايمشيش قوي مع مارس الكولر وده اللي بيخلي افشة دايما مالوش مكانة اساسية كبيرة في تشكيلة مارس الكولر فيقولك ارجع الكندوسي ويبقى صعب لعبه اذا كان مش قادر ادي افشة كتير وقفشة بيتدايق هجيبي الكندوسي كمان ويبقى عندي مشكلة في الفرقة فلا عشان كده هو الراجل دايما بيحسبها بالطريقة دي ترجمة نانسي قنقر